اشتركوا في القناة فيه الاردن خطرا على اقتصادها المنهك مع احتمال تصاعد موجات النزوح ما دفع بوزير خارجيتها بالقول ان الحدود مع سوريا مغلقة ويمكن للامم المتحدة مساعدة الفارين هناك المعارضة السورية التي باتت مطوقة في خياراتها لا تزال سرية في مقاومتها لهجمة النظام وحلفائه فقد تمكنت من اسقاط طائرة حربية بالقرب من منطقة بصر الحرير واسر قائدها بالاضافة الى استعادة بعض المناطق التي احتلتها قوات الاسد بحسب ما افاد ناشطون وسط ذلك حذرت الامم المتحدة من تدهور الاوضاع الانسانية في الجنوب السوري الذي تتعرض احياؤه السكنية لقصف عشوائي ما ادى الى ارتفاع عدد الضحايا وكذلك النازحين ترجمة نانسي قنقر